اللهم في هذا اليوم الفضيل كما دعوتك لنفسي أدعوك لمن فيك أحبهم بأن ترزقهم بكل خفقة قلب فرجا وبكل طرفة عين مخرجا وبكل صباح عفوى وبكل مساء صفوى اللهم اجعلنا من العتقاء في دار البقاء وارزقنا الطهر والنقاء وابعد عنا الحزن والهم والبلاء واخذ بأيدينا فنحن في دار اختبار وابتلاء واجعل ألسنتنا رطبة بذكرك دون رياء أسأل الله مالك الملك أن يغمركم بنعيم الإيمان وعافية الأبدان وأن يرزقكم رزق الشاكرين اللهم لا تحرمنا خيرك بقلة شكرنا ولا تخذلنا بقلة صبرنا ولا تحاسبنا بقلة استغفارنا استغفروا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلالي والإكرام بديع السماوات والأرض من جميع ظلمي وجرمي وأسرافي على نفسي وأتوب إليه بسم الله بدينا وعلي بصلينا اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا صباح الورد والفل والياسمي جمعة مباركة على الناس الكل إن شاء الله ربي يفتح عليكم البان الخير إن شاء الله ربي يرزقكم من بابه الواسع إن شاء الله ربي يجعل لكم في كل خطوة سلامة إن شاء الله وين تجبلوا تربحوا ولي عندها حواجة إن شاء الله ربي يسهللها فيها وإن شاء الله ربي يفضل لكم صغيراتكم يمتعكم بصحة يحب دوناتكم وتفرحوا بيهم نهار جديد تعرفوا توجد شو نقول يعني روتين نهار نحس اليوم جمع يعني أنا نسجل لكم نحبط الجمع هاتي بقول شو الدنيا كيف تجري نهار هاتي بروح ينقول الجمعة الأخرى جمعة مباركة حتى جدت الجمعة هذي تجري لأيامات قاعدة تجري طايرة في رمشة عينية البلاد ربي يعطينا ويعطيكم الوقت الطيب جهني بالحبيب بالحق راهو نقولوا بات نكياش تتي فيديو لأ نبدأ باللي نحسوا والله البنات اللي نحسوا يخرج كهو حستها وما خطر أنا وعوضوا بلاي من كلمة أنا روتيناتي معاكم يومية فنحس اللي الوقت هكي يتعدى يجري جري والنهار يتعدى جري والليامات نعرفهم روتينات شو نقول روتينات نتنين والروتين لحد والروتين حتى نلقاهم هكي يجو وربعظهم في لمح البصل ربي ساعدنا بلطفة إن شاء الله وإن شاء الله خير وإن شاء الله نستغلوا هكاللحظات في خير وفي راحة بال وفي هناء وفي صحة أبدان وفي ستر ربي بارك للجميع في أوقاتكم في أصحيحكم في ولداتكم يا رب العالمين هرجمع ندعي لكم وكل قلبي تحياتي لكم ربي برك لكم ربي نوركم وإني بمحمد يا لبنات راني ندعي لكم من عروج قلبي اليوم واحدة جاعدة هكي وكل يوم نتفكركم صحيح ما نعرفكم مش واحدة واحدة محبتكم ودعمكم وجودكم معايا في مسيرتي هذه بالحق تعنيلي تعنيلي كل خطوة ركم شركائي في كل حاجة في كل خطوة في كل ربي ينوركم ربي يستركم وربي يرزقكم من بابه الواسع إن شاء الله ربي يجبر بخاطركم كما جبرين بخاطري جدش فخورة وجدش متشرفة أني عندي ناس ولله الحمد تحبني رغم أني ما تعرفني وهذه كصدق المحبة رغم أنه معناتها ما تقبلني وما قعدني وما صارتش بيناتنا مثلا هك نقوله إحنا مش مزاية أما جميل ولا حاجة ولكن ما حلها المحبة وما حلها الدعاء من قلبي أنا طالع عليكم من عروش قلبي وكذلك أنتم وهذا حاجة نحسها ونلمسها في يهبط الفيديو في الكومنتير في جماعتكم ربي يعطيكم أضعاف أضعاف ما تمنيتون أنتم بالحق لأخوات اللي عوضني بهم ربي في الدنيا دي والله شاهد على ما أقول وهذا حاجة حسيتها خاصتني اليوم يعني مش خاصتني اليوم إني حسيت قلتها يعني اليوم قلتها قلتنا ربي عوضني عوضني بمحبة لأخوات أضعاف ربي بركلكم وربي نوركم وكهو الحاصل له تملك وليه استعطاف وليه حاجة من القلب والله والنعمة حاجة من القلب طال على القلب هي زينة من الحلفين ويزينة من الحكاية هذه ونجو له روتيني اليوم روتيني جديد فيه تباري يا لبناء في خبز والله لما ترحموا لي على والدي يتجربوا شفتوا النقطة البيضة ذي كاللي فيه دي أذكك الورق اللاصق الصقلي في دي ألحصين له بها مش في شعري والله يا لبناء تنمو ما كنتعرف عادل مراحة في الكوجينة هنا في الدار مش في الكوجينة باهي طو في الكوجينة شتعطيكم الوصفة ذي اللي جربتها واللي طلعت روعة يعني من أحسن التجربة متاعي في العجين المقادير خوضوها باك الكيس ذاك قلتنا الكيس ذاك متاع جيرالكس هذك هو كما أنا خطيت الوصفة جيرالكس هذيك تحط زوز كسين ماء عليهم زوز كسين سميد عليهم زوز كسين ونصف فارين هاي مقادير مضبوطة بالضبط اما السحفي لو تحط الماء زوز كسين مادافي عليهم غرفة كبيرة لحتى غرفة ونصف خميرة فورية خميرة خبز ومعاها غرفة سكر وتحط السميد وتبدو تخلط فيهم وتزيد الفارين اللي هي زوز كسين فارين واللطرية تهب اللعجين والخبز كيفش يطلع يا لبنات ما شاء الله تعملوا الزيت تدهنوها بالزيت وتغطوها وتخلوها تخمر هنا صديقات يشنوها باش نحضر باش نحضر الحشون تعال الخبز هذي تعرفوا لبنات راني والله عندي الوفات الوصفات في مخ شوفوا خمار يزعم هبط في الزيت هاي حاجة غلطة غلطة اللي غالب لبنات نحب الخمارات الكبيرة ونحب الخمار لك حلانا هذي كوحدة خمار لك هذي بتقول ليش فتنان مش نرجع لها مش نرجع لها لبنات خاطر فريمو الوحيد اللي يشد بلاست وطول وقياس وكيفش نقول وحنا برفي وعملي براتيك على الأخر هذي عنيش دي ما نحب بنلبسه بش نرجع فيه راحتي ناري كلها الخمار الاحمر هذي نحب وبرش من اللفري بخذيته بالفين وقت كبير ما شاء الله تضربلي والله يكل الحاشية متاع وتمست بالجافي كترك ومعاد نحب بنلبسه هيك في غرجات مش في كوجين المهم خذيته هنه بش نعمل تواب حطيت الخبز بسطو بعد ما تخلوه يخمر نص ساعة ساعة انتو مو التقص تحلوه تبسطوه على منديلة تعملوها كاشكالك كوريات هيك تبسطوه زيد وتغطوه بالمنديلة تتشوفوه راني مبعد انا عملت هنا حطيت لكم انا انتع القيلة حذرت الفطور قبل ما نفطر احنا خطحنا انا ويوم مزنا صايمي رياض جافطر المهم حميدة مفطرش في الدار هنا شنو عملنا المهم الخبز هذية الحصيل وبقد نقلب فيه حتى لني تطيب دي ما تقلبوه في البارد دي كاسلطة مشوية كنت نوريكم مكل حقوق محليهم وذوكم حطيتهم في الفرجيدير انا حطيتهم فرغين ونشبدو وقت اللي باش نعبيهم نشللهم ونعبيهم معندي شو نحط حطيتهم في بلسط غادي كمثلا عندي صلاطة عندي ماكلة زيدة ولا حش نحطها غادي ولا هريس ولا طماطم اللي تحبو تحطو فيهم يحفظوا وهنا صديقاتي توا بديت في الحشو ذا مش توا عندي مدهيدة بديت في الحشو اللي هو بصل سكالوب كوركم تحبوش تحطو كوركم ما تحطوش تحبو تحطو الحاجة اللي تفوحوا بها فوحوا شوية تابلو كروية أكيد وشوية ملح شوية فلفل لكحل وشوية زيت شوفوا هنا مش مبدل المقلة الغادي خضر هذيك طاب ونحب البطاطا جليتها بطاطا نحط فيما سخون وفي الخل وفيما طريقة أخرى زاد بطاطا جيب نينا ياسر طونا نعملها معاكم من شاء الفريد الحاصل قدوكم مع ذاك اسكلوب هذي كتب تحركوا فيه حتى لين لبنات يطيب تعرفوه طاب طوال وتقصوا علي لدي دولة ما لحد شي هنا صديقة تشوفو لك الخبزة من داخل طيبة ما شاء الله وبالنسبة للبطان ما تبستوش حتى لين تخلوها تبدا خشينة لا لأ وبطوها مش خشينة فهمتوا يعني عملوها مش رجيجة زدها ورقة مش مجيكم شي بس أنا جيتني طرية تهبل قلي رياض الخبز فاتن روع يحب ديما هكا الخبز الطري وحت حميدة معلتها خطر رهناء في الليل عملت له هكا يعني مش الليل خطر رهناء رش يتعش بكري فعملت مع المغرب عملت متعينة ويوم بعد المغرب دي راكت حطيتش في شقة الفطر حطيت خبز عملت كعبات هكا شاي حين وبالنسبة اللي بعد مش نحضر عشا دي راكت قمت من هزيت المغرب عشق الفطر ودي راكت بديت فتتي مش حتى يوم معلتها تخلط على عشان يزم هكري يمش تعش و وتمشي دي راكت عشي زميا نحضر لكل الحاصل في كل حاجة المهم دي راكت اللي بنيت مرمو موراني منتج السيكونس انتع بسطان الخبز قبل هذي يا الله غالب ف كم بيش منفسخ الصوت وكل بيش راسي نعود من نوع جديد وانا من الناس اللي نحب نتكلم بتلقائية منحبش حتى حاجة لورقة و كنتكلم معاكم من الجلب للجلب اي كنتفكر حاجة نقول هننسى ندخلها بعضها الشات واللي وزول انو ماكم عارفين والله لبنت ساعات دي مش ساعات دي ما عندي هكا ضربات كلام مجلوب ولا ننسى الكلام ولا ننسى حاجة ونحطيت بتعرفوش انتم مكين ننسى راني نهبل هبلين بالحق اين قولكم اليوم اشنو نسيت نسيت الصابون في الماكينة في الماشينة من قام من قام اصباح اخصلت والله لحقيقة بشتشوفو اهنا جدش عندي نسيان اخصلت و وما انتبهش لي حتى حد وخرجت وقتك يجوني جماعة والبارح قلتلكم تعبت جعدت شد الفريش في الليل من اكل خرجة وكل ف عم ثلاثة اليوم في الصباح بش نحط حواجه ميدان اقل الصابون امتي هي يستنى في ناري على روحي ناري على روحي المهم يا صديقاتي يقولوا مثل ما فهمتوش انا ربي يحبس علينا العقل ولا شنين حصير والله يحبس علينا يعني يحبس العقل مهم اش الله ربي يمتعنا هك بصحة نمخ ولي بدنا نعارك العائلة كل معنات عائلتي يعني مصغرة عجلي ام اخي انا بدا يولادي روحي انا يمشي روحي يضربني ازهاي مر انا والله لبنيت الموم اخي في كل حاجة ونخذر كل شي ونتبع كل شي ونبس على كل شي قولوا مراء وراكم راني استهلكتو استهلكتو راني عشرين سناء اخرى القدام اي البارح في الكمانتارات ماني نحكي على جيل التسعينات انا من اواخر الثمانينات للامانة يعني يعني في الثلاثينات في الثلاثينات طعم فما شكون كتبتلي قلتلي انت تظهري من عام سبعين انت تظهري كبيرة من عارش وخيتي ربي كبرنا في طاعت يا ابنية عام هذه حواج وكنا مش نكبر وان شاء الله نعيش في الخي والدنيا تمشي المركب ولا كفيش قلوبة تمشي بكبراتها ولا حاجة كيكه يعني اذا انت مش في بالك بش توجعيني انا بكبيرة فما صديقة اخرى تحية لها محلها قلتلي فاتن انت دهولي 15 سنة عارس قلتلي كنت تخيلك صار انت من جيل التسعينات محناء انا في اخوار الثمانينات ما زلت اول انا بديت معناتها في التسعينات بتنعيش الجيل هذاك التسعينات انا حلت عناية وقتها والليت نقرأ في الابتدائي والليت نشوف في الدنيا يعني في الوشة وتسعين مانيش فهمت وبدأت سنة وعند عيشت الحياة دي كانت تسمو جيلها ذاك يعني الحاصل اللي بنيت عادة قلتلي انتي كبيرة وما نعرش يا ربي كبرنا في طاعته أختي التعب والمسؤولية والأزمات في الدنيا راهي مش تكبر بركة الله لي حطك في الموقف اللي أنا تحطت فيها في حياتي فمؤخرا قبل رمضاء مؤخرا في سفرتي قبل من وقت هبط تذكره معا نسرين تحية نسرين صاحبتي وقتك هبط ديك معناتها سفرة فيها برشة تعب وبرشة مجهود وحاجة لكن طلع البلع الخاطر جتني فيت في فمشيت ولله الحمد وشكر معناتها حملت حاجة الحمد ولله مشيت ماشي يبا وربي ان شاء الله دي ما يقول لك عسى انت كره وشاء وخير لكم وعسى انت حب وشاء ومشار لكم المهم نقول بالتحاد فأنا ما يقلق نيش راه الماء كان شفتيني كبرت ولا شفتي رو سفري راه المسئولية تحس تكبر مانيش مش مانكر معلتها تشوفيني اكبر من عمري ولا حاجة عادي جدا والله ما يقلقت القلب شباب برغم كل شي برغم كل مرت بي بسم الله ما جبتش الحديد اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت ذهب الضماء وطلة العروق وثبت الأجر ان شاء الله اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت وعليك توكرت وبك امد اللهم لك الحمد والشكر يا ربي اليوم الرابع ربنا يمتزي جري جري يا صديقاتي ربعا شاركوا وقت لي ما زالت مصمتش غير أبدو اليوم نخميس أجر وإن شاء الله يا ربي يسبلنا الأجر وثواب يا ربي على جدة عبنة وعلى جدة مجموديتنا نعوش شتيت المقروض في الطاول شهود صايمة شهود صايمة بسم الله شهدوا أنا لا إله أن الله وحده وما شريك لأهله وملك 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 شكرا الله اللهم أدمها نعمة وحفظها من الزوال يا رب العالمين ألف حمد وشكر لك يا ربي إن شاء الله ديما فيها وإن شاء الله إن شاء الله يا ربي ديما يعطينا الجهد ويدلنا لطريق الخير الحمد لله الحمد لله ريتوا نعاركم على سكوت ونعاركم بعدين نقعد وحدي ونقعد كلهم يشبه ديما سكت وكل نقول الحمد لله أمي ما جدش تشبت في عباد أمي ما جدش من اللي يسلكوا يعني اللي يضحكوا على العباد ما جدش من اللي من اللي مفرغين كان شد كتب قرآن شد سبحة نحلنا قرآني في دارين نخدم على روحي ربي يجيبنا في الصواب ولا الله الحمد للشكر ودعي الخلقة للخلق ما يهمناش اللي ظلمنا حسيبه مولئه واللي جبدنا حسيبه مولئه والدنيا هذ رح يدوار واللي قال كلمة طيبة ولا دعانا بالخير ربي يبارك له ويعطيه أضعاف أضعاف ما يتمنان ومرحبا أنا واحدة من ناس راني نفرح بالناس اللي تحبني داري محلولة للناس اللي تحبني للصديقات اللي مشرفين ومنورين اللي ربي ينورهم وربي يكبر بيكم انتو مرأوا ربي ينوركم وربي يكبر بيكم وربي يفرحكم بوريداتكم يا ربي ومحليك يا إسلام قلتين مماك يا خيبات ما جبدتنيش ططا ما جبدتنيش مرخرا أنا جبدك مرخرا أحمدو سسمها لا إله الله نحبش ننسى حتى حد ميرال بركلة روم برشت شفتوا حاجة اللي كو موندر تينا تينا الماشين ما شو اسمها الواحد ننسى صبوني ما نسيت فما بالك الأسامي ربي يبرك لكم النسك كل حصيلوا هني حتى رجلية على كرسيها اسمه وحسها وكل مرة يتزحلق بيها لقود دي الحاصل صديقاتي والله ومزيل ورايا مشوار توسج لكم مع نص الليل وقلت برة ونمشي نعمل هكا تخميلها نخليها دايما منتجه ومداما حميدة تيديفونا هنا خل نستغله ونبدأ هكا في تنظيم وفي حاجة الحصيل اللي نعملها المهم ربي يعطينا ويعطيكم الوقت الطيب وربي يجيبنا في السواب وانشاء الله كل إنسان نوي الخير كل إنسان معمل على ربي كل إنسان يجتهد بشي يوصل لحاجة بايا الله لا يخيبه يا ربي انشاء الله ربي ينجح مقصدكم انشاء الله ربي ينور دربكم انشاء الله ربي يسر أموركم يا رب العالمين دنيا سريعة الله يرحم أنا بنت المتلوي وليا الشرف البارح يعني اليوم استغفر الله عليش نقول البارح شفتوا نسيت يعني يعني نهار نهار الخميس يتوفق أستاذنا مسيو عادل الله يرحمه ينعمه ويجعله من أهل الجنة يا رب العالمين تحية لكل مربي أنا راني نحترم بارشا بارشا المعلمين والأساذة بالحق من المهن اللي هما رب وأجيال وأنا واحدة من الناس فضل من أولهم من خالتي اللي بعد ربي فضلها علي مربية مربية ولولاها ما كنتش نوصل للمستوى تعليمي الحمد لله والشكر لله ومعاها معلميني من الجمش ننسيهم مادم سعات يا عبد الرزاق بارشا كنت نحب نكرمهم مقبل كنت نحب نهزم البرامج تكريم كلهم يقبلهم محليهم كل المعلمي فيريد يعرفوا جيل جديد قيمة المعلم وقيمة الأستاذ الله يرحمه ينعمه يصبر أهله يصبر عيلته يا ربي حاجة صعيبة ياسر أنك تفقد يالك كاد المعلم وأن يكون رسولا هذهك هي والبقاء لله هذهك هي حال الدنيا إنها ثانية وسعدك يلي تعرف إن الدنيا هذي ثانية مدينة تحاد تحاد لي جاي نعطيها مواعظ هي حياة يومية اللي نعيش واللي نحس نشاركو معاكم يالله غالب هي الواقع تلفزيون الواقع قناة الواقع ربي دمعوا بتي سامريت وعيني دمعوا ونبتسم الله يرحم جميع الموت الله يرحم زادة حمادي الله يرحم زادة مسيو أستاذ زادة حتى هو ولد المتلاوي الله يرحمه ويصبر أهله وينجأ يربي يفضلك النوارات متاعه حتى هو فقدناه ها تواهم عندها ذكرة تقريبا في العيد الكبير توفق الله يرحمه هذي كهيد دنيا لبنات والله كونوا بحثانا يكونوا حاضرين كونوا نحنا أنا واحدة من الناس تعرفه كينوكوا تبنيوا بالروح ونقول له عليش هالكبسة هذي كله وعليش هالعصاب وعليش مثلا نتغشش وعليش نتغشش من قسر من الضغط بتاع الحياة من قسر من المسئوليات من قسر ما كل شي على رأسك وكل تبدي تقولي اسم الله على ريوسكم نحكي على روحي فتلق ورواحكم ساعات هكا تفلت منك الدنيا تفلت منك أعصابك أما الحمد لله ترجع هكا ترجع تقعد بينك وبالروحك وتحاسب روحك وتقولي يا ربي عليش وتقول اللي ايه انفان شنية انفان شكون دايم فيها الدنيا قل لك ويبقى وجه ربك ذو الجلالي والإكرام كلنا عابري سبيل كلنا شوف يذكرنا التاريخ وأنا ما يذكرنيش شوف نكونوا من الناس اللي بش يتفكرون نهار أخر ولا لا إن شاء الله يتفكرون بخير بفعالنا الطيبة مش بخيرنا خير خير ربي أما بفعلنا الطيب إن شاء الله نتذكروا هكيك وإن شاء الله يا ربي تجعلنا من الناس المظلومين ومناش الظلمين المهم صديقاتي هرهرت عليكم برشا هذا الصندويتش اللي عملته شوفتوا الخبز ياسر بنين نقولكم جربوه عملت فيه صلطة مشوية عندي بيت لحقيقة عملته ريس مايونيز زيتون مقصوص خص ويلد القمرة تماطم بصل خيار تجمو تحطوا حسين اللي تحبون انتم مواكس بسكالوب ونشاهيكم وشان لقصكم في الجنة الناس كلها معها البطاطا مع المايونيز قصة أخرى نحيط اللوبان عايشة باللوبان أنا في الصيام بش يهضم لي ولا فهمتوا باهي اللوبان العربي العربي ذاك لبنات راه مش الشوين غوم ولا لا الحاسيل إذا هو هايج نوريكم توا لبنات الصالة شنو عملت فيها آهو لبنات بش نبدل هذا شوفت من التاليفوني كيف شوف يجبد التصوير أخذ لكي نطلع من يتحرك لكي يأتي فلو فلو كاميرا هاي حطي نطع في التاليفوني بتاع بعالاخر كاميرا بعد ما تعمل تاكتيل الرزون جملة باي هاي هاي شوفت البابية ذايا بعد ما كان محطوط هنا بش نحاوله بش نحط جهة البالكون هاي جهة ذايا بش نبدل التاليفزة شيرت البالكون تبدأ هكا جهة ذايا بش نجم الصالة نحط من هنا متعدلوش على دبش كل محطوط ديكا المهم هاني توق بش نبدأ نبدأ ربي معانا ويجيب نحاول محاول محاول همش نعرف عليها تنجح ولا ما تنجح محاول 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 البنات العملية فشلت عليش فشلت على خطر الكاغت كي جيت نحي بش نخسرو نخسرو هو ونخسرو بش ممكن نحط عليه البنك ممكن مش عارفة والله نعمل عليه تبلو محاول بش ونخسرو محاول حتى حال رغم اني حبيثت وقال لي الحيط أبيض من هنا تغيير بعد ما كانت التلفزة في الجهة هذه هي لدي لدي نحي السيبور متاح عرش يسمو حاس يجب نحق الحيط هي تلفوني الحاصل من كانت هنا تلفزيون وراها البابي نحيط البابي بجودن جهيد خلالي بلايس يجبو يتحكو ينضاف وبدلت للجهة هذه الدنيا كلها دخل بعضها ميجس جس تنحها بصعوبة كبيرة يعني مش سهل نحي حاولت حتى كانت قطع منه رجعنا هكا وبنت خالت ركحناه اضوكم بلصت لبريز ومش نعلج التلفزة حاصيله وضم مش نحو ومش نمشرو ان شاء الله هكا نشوفو نبدو في التغيير هعطوني رأيكم كيف بدلتها من هنا هاو شنو بحذة ديتو شنو بحذة هكا كا قولت خليني نعملها هاو شنو بحذة هذا هاو تغيير أول تغيير اعملتو في الصالة وراو شد وقت وقت كبير وصعيب تنحية البابيه هو بيدو تبدله من بلاسة لبلاسة لم يكن سهل حتى الطرف قلت بنتخلتي المستحيل مش فات كنت تشوفه المرالولا جيتك الناحي وحسيته صعيب وكل زعمها كش نحبسه وبعدين قلت لأ سأواصل واللي يصير يصير كان في سد السد يا أخي ربي ما خيبنيش بالكوم من غادي ليل المخر دو والحاصل واني صورتلكم التغيير عملناه في ليل المخر وصلناها المخر